اشتركوا في القناة رفعا لمعنويات كافة شرائح المجتمع ولتوفير الارضية الخصبة الرياضية للجميع في ان تكون مملكة البحرين عاصمة للشباب حرصت وزارة شؤون الشباب والرياضة في تقديم كافة الفرص المتميزة وتسخير التكنولوجيا لخدمة الشباب والتي تسهم بدورها في الارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ومثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة من أهم هذه الانجازات التي قمنا بها في سنة 2019 أولا برنامج فرص احنا بالنسبة لنا فتح الفرص أو إيجاد الفرص لفئة الشباب من أكبر أولويات وزارة شؤون الشباب والرياضة فمن واجبنا احنا نحسسهم ونأكد لهم أن البحرين بيئة تنافسية عادلة مفتوحة ومن دورنا نوصلهم لهذا الفرص فالحمد الله تم تدشين موقع فرص بالتنسيق مع الأخوان في وزارة العمل اللي ما قصروا الأمانة بجهودهم وتعاونهم وعطونا الخبرات أو اسندوا لنا الخبرات اللازمة فاليوم أي أحد اللي يدخل الموقع بيشوف أنه في 2500 فرصة اللي مفتوحة لأي شاب أو شاب إن كانت هي موجودة في البحرين أو خارج البحرين ولجعل الرياضة أكثر تطورا وحصادا للمزيد من الإنجازات التاريخية قامت وزارة شؤون الشباب والرياضة بتطبيق الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله بدفع جميع مستحقات الرياضيين من الدفعات الأولة والثانية والذي مثل القفزة الرياضية النوعية في المملكة إنجاز كبير نفخ خربة هو ملف المستحقات ملف مستحقات اللاعبين هذا كان حق ومثل ما قال اسمه الشيخ ناصر إن القيادة الرشيدة دائما مع الحق فليهذا السبب تم فتح هذا الموضوع وتم فتح هذا الملف القديم اللي صاله من 2004 وهو يتراكم وبدأنا نشوف إحنا إنه نسبة كبيرة من هذه الجماعات إن شاء الله حصلوا على حقوقها وإحنا حين وصلنا إلى يعني انتهينا من الدفع الثانية وباقي لنا بس الثالثة والرابعة وإن شاء الله نسكر الملف فهذا إن شاء الله على بداية السنة القادمة نكون حسامنا هذا الموضوع وزارة شؤون الشباب والرياضة تعمل يدا بيت وبروح الفريق الواحد في العهد الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله في الارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية وأن تضع الرؤى الصحيحة لرفع راية بحرين الغالية وضمان حصد المزيد من الإنجازات في جميع المحافل العربية والإقليمية والعالمية طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر